تحياتي وأهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلات تعرف على هالسلسلة اللي كان نخصصوها باش نتعرفوا على اللاعبين الجدود في لائحة المنتخب الوطني وبلا شك عرفتوا على من غادي نتحدثوا في هاد الحلقة غادي نهضروا على اللاعب الجديد في تشكيلات حيلوزيتش واللي هو إلياس الشاعر هاد اللاعب منينجا فين كبر وكيفاش حتى وصل باش يلعب لمنتخب الوطني المغربي الأول هاد الشيء كامل غادي نتعرفوا عليه فكيف العادة تقابوناه في القناة ضغطوا على جيم ويلا نبدأوا ونهضروا على إلياس الشاعر أهلا بكم مجديد إلياس الشاعر اتداد نهار 30 أكتوبر 1997 في أونتويرب في بلجيكا عاش طفولة عادية بحال جميع الأطفال المغاربة اللي كانت اتدادوا في بلاد المهجر حتى دار 9 سنين هنا فين غا يوقع أول حادث كبير وقاسح بزاف في حياته هاد الحادث كان هو الموت ديال الأخ ديالو اللي كان عنده عامونس وبعدها بعام الأم ديالو كتولد توأم ولأنه مدخول ديال العائلة كان قليل بزاف كانت الحياة قاسحة وقاسحة بزاف على العائلة ديال إلياس الشاعر وكان هاد المشكل المادي كي يظهر بزاف في اللحظة فين إلياس كي يطلب من الوالدين ديالو باش يشريولو صباط جديد أو توني جديد باش يلعب الكورة هنا الأم ديالو كانت تقول له واحد العبارة اللي بقت راسخة في الدهن ديال إلياس واللي هي هاد الصباط را كنشتريوه لك بدمنا هذه الكلمات اللي بقت لاسقاليه في العقل ديالو وخلته مصمم على أنه يلعب الكورة باش يغير الحياة ديالو الحياة ديال الخوتو والحياة ديالواليدي وخلته يتقاتل باش يكون لاعب كرة قدم محترف كرة القدم اللي بداها في ملعب الحي اللي كان قريب لهم من الدار هاد الملعب اللي كان يقول إلياس كان خاصتني باش للعب خاصتني بقى كنت تسنى الدور ديالي ساعتين أو أكتر هاد الانتظار اللي كان كي يطول بزاف بسبب أن الحي في كي يتواجد إلياس كانت تكتر فيه الجريمة والإنحيراف وكي يقول إلياس حاليا جميع أصدقاء الطفولة ديالو وأصدقاء المدرسة ديالو يا مجرمين في الحبس يا منحارفين في الشارع لكن هو قاتل واختار أنه يتبع طريق الكرة ويمشي فيها وبالفعل مشاء والتاحق بأكاديميات جون مارك جيو اللي دوز فيها خمس سنين هاد الأكاديمية اللي كانت معروفة بأنها كتحت ضن اللاعبين من الأصل العربي أو إفريقي وبعدها غد ينتقل النادي الييرز بحال وبحال أغلب اللاعبين ديال هاد الأكاديمية اللي كانت كتغذي هاد النادي ديال الييرز ومبعد تقريبا موسمين مع الييرز اللعب فيهم فقط جوجل ماتشات الرسمية قرر أنه يمشي عند الإدارة ويناقش معها المستقبل ديالو وكان السؤال شنو هو المستقبل ديالي معاكم فالإدارة ردوا عليه السؤال اللي مكانش كيتوقعوه وقالوا ليه يمكنك تمشي إلى بغيتي فاحنا ماشي في حاجة لك وماشي في حاجة اللاعب في الحجم وفي البنية الجسدية ديالك نظرا لأن إلياس شاعير في ذاك الوقت كانت القاعمة ديالو مكتتعداش متر وثمينة وخمسين سنتيم يعني كان اللاعب قصير بززاف وبالفعل إلياس خرج وقرر أنه يمشي ويقلب على رأسه ومشى الانجلاتيرا في الإنجليز فين غادي يدوز أوسطاش ديالو أو أول فترة جريبية اللي كانت مع نادي فولهام واللي كانت فيها سيمانة لكن المسؤولين ديال فولهام مقتنعوش بالأداء ديال إلياس شاعير وقرروا يسرحوه ومن بعد تلت شهور تلت شهور كاملة إلياس شاعير كيدور فيها من نادي النادي كيقلب على شنادي يحتضنو وفي ذلك الوقت يقول إلياس كانوا اللاعبين اللي في السن ديالو كيتباعوا بخمسين مليون واربعين مليون لكن هو ومع الأسف كان مازال ما قدرش يلعب أول ماتش رسمي له في الدرجة الأولى فكتجيه واحد الفرصة وواحد الفترة تجريبية مع نادي كوينز بارك رينجلز وبالفعل ومشى ومن بعد تلت يام فقط قدر أنه يقنع المسؤولين ديال نادي كوينز بارك رينجلز باش يوقعون معه لكن وخاصينا في كوينز بارك الأمور ممشتش مزيان فإلياس الشاعير مش يلعب مع الراضي في كوينز بارك رينجلز واللي حتى هما ما كانش كيل عم معهم بزاف وفي عام كامل لعب فقط ستاديا للمباراية في العام الثاني إلياس الشاعير غد يلعب أول مباراة رسمية له مع كوينز بارك رينجلز الفريق الأول المباراة اللي يخسروها ومراها مباشرة قرر المدرب ديال النادي أنه يتخلى على إلياس الشاعير ويصرحه في إعارة نادي ستيفانج ستيفانج النادي اللي كان يلعب في الدرجة الثانية هاد الإعارة اللي كانت قصيرة لكن إلياس الشاعير بين على علو الكعب ديالو بين على المهارة اللي عنده بين على القيمة ديالو كلاعب مهم وقادر يخلق الفريق فإلياس الشاعير تقلق بزاف مع ستيفانج وفي 16 الماتش قدر يسجل ستاديا للاهداف وخلال المدرب ديالو في النادي يقول عليه على أنه أفضل لاعب كاين في دوري الدرجة الثانية هاد الشهادة وهاد الأرقام الكبيرة اللي حقها خلات المسؤولين ديال كوينز بارك رينجلز يرجعوه ويعطيوه ثيقة ليلعب مع النادي الأول وهنا سيتبدأ رحلة التقلق ديال إلياس الشاعير في الشامبيونشيب هاد الرحلة الطويلة اللي وصلته هاد العام باش يلعب 45 ماتش في الشامبيونشيب سجل فيها ثمانية ديال الأهداف وعطاه أربعات ديال لزاسيته وكان من أحسن لاعبي خط الوسط في الدوري ولجينا نهضروه على إمكانيات إلياس الشاعير فيمكننا نلخصها في أنه لاعب مراوغ درجة أولى لاعب سريع ولاعب كيمتاز بالتسديد من بعد لاعب اللي كيلعب كصانع ألعاب وكيقدر أيضا يلعب كلاعب وسط أيمن ولاعب وسط أيسر رغم أنه كيلعب بالرجل اليمنى وكيما كيقول هو فالمثل دياله في كرة القدام هو إيدين هازار وأيضا دافيد سيلفا وصراحة من اللي كتشوف إلياس الشاعير كيلعب فتقريبا بنفس السيل وبنفس الطريقة دافيد سيلفا فالتألق الكبير اللي عرفه إلياس هذا العام هو اللي خلاحي لوزيتش مشي عيط عليه ويكون حاضر في المباريات ديال المنتخب قدام غانا وبركي نفسه من بعد ما كان حضر قبل مع المنتخب الأولمبي في 2018 و2019 إلياس مشي اللاعب القوي بزاف بدنيا مشي اللاعب اللي قادر يعاونك دفاعيا لكن هجوميا قادر يكون لعب مؤتير وقادر يكون صانع الألعاب الثاني ديال منتخب الوطني المغربي من بعد حكيم زياش خصوصا لأننا كنفتقدوا اللاعب مبديع اللاعب اللي قادر يخلق الفارق في خط هجوم المنتخب في هاد المركز ديال صانع الألعاب فما عندناش داك اللاعب السريع المبديع اللي كيشوف الكرة بطريقة مختلفة واللي ينتمنوه يكون هو إليا الشاعر في الأخير كنت معاكم أنا رضا الحبيب وكان هذا حديث قصير حول المصار ديال اللاعب الجديد في صفوف المنتخب الوطني المغربي إليا الشاعر شاركوا معايا الرأي ديالكم انتوما حول هاد اللاعب شنو كتشوفوا في هاد اللاعب واش كتشوفوا على أنه لاعب قادر يقدم الإضافة لمنتخب أو فقط غادي يكون ضيف شرف بحال بزاف ديال اللاعبين دازوا على المنتخب شاركوا معايا الملاحظات ديالكم وما تنسوش ضروري أنكم تابونوا في القناة ضغطوا على جيم وما بقالي غيم قولكم تلاو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة